نبدأ من تطورات الملف السوري حيث أعلنت الأمم المتحدة إرجاء اجتماع كان مقررا بين المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان ديمستورا ووفد النظام السوري مضيفة أن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لللقاء الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم بين ديمستورا ووفد المعارضة المفاوض وفي هذه الأثناء قالت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية إنها ستجتمع مع ديمستورا بعدما تلقت منه ردا إيجابيا وضمانات من الداعمين الدوليين فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سليم المصلت إن المعارضة جاءت إلى جنيف سعيا لإغاثة الشعب السوري من خلال الإصرار على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين ترجمة نانسي قنقر